بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه رسالتي لكل من لديه ابن عاق وسأضرب لك مثالا من قصة سيدنا نوح عليه السلام لك إلا تحزن أخي الحبيب الدنيا دار ابتلاء دعني أبدأ معك بهذا المثال مباشرة نبي كريم اسمه نوح عليه السلام من أولي العزم صبر على أذى قومه تسعمائة وخمسين سنة استهزئ به فصبر سخروا منه فصبر آذوه فصبر هددوه فصبر حتى أنجاه الله ومن معه في الفلك ابن سيدنا نوح بقي نوح عليه السلام يعظه ويهديه وأنشأه أفضل لا نشك في ذلك يعني سيدنا نوح لا يمكن أن يقصر وهو الرسول الكريم من أولي العزم لا يمكن أن يقصر في تربية ابني لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يعرف كيف يربي ابنه لا يمكن لأحد أن يقول إنه فشل في تربية ابنه لا لقد يعني أنشأه أفضل تنشئ ولكن هنا عبرة القرآن أخي الحبيب ليس كتاب تاريخ القرآن كتاب عبرة كل حادثة في القرآن كل قصة لا بد أن يكون لها أثر في حياتنا أو في حياتك أيها الإنسان على مر الزمن في كل زمان يعني اليوم ما هو أثر قصة سيدنا نوح لديه ابن عاق ليس عاق بل كافر يعني عق أباه لم يطعه وترك أباه وذهب مع أصحابه الفاسدين وأصر على ذلك واستكبر بل ومات كافرا تصور وكل محاولات الأب لم يعني تنجح في إخراج هذا الابن من الكفر أكيد كل أب لا يتمنى جهنم لابنه طيب لماذا كان نبي الله نوح ابنه عاقا هذا السؤال أولا هذا نوع من البلاء ابتلى به الله سبحانه وتعالى سيدنا نوحا لكي يصبر فيرفع من درجتي طبعا لو كان ابن سيدنا نوح بار به لكان صبره أقل ودرجته أقل لأننا نعلم أن درجة الإنسان يوم القيامة عند الله حسب كمية البلاء التي يتلقاها يتجرعها في الدنيا وكمية الصبر التي يصبر طيب ماذا أراد القرآن أن يقول لنا هنا أراد القرآن أن يقول لنا إذا كان لديك ابن عاق لا تحزن فهذا نبي ولا تقل إنك فشلت في تربيته ما دمت لم تقصر لهناك العديد من الآباء يقصرون في تربيات أبنائهم يلام هذا الأب ولكن بما أنك لم تقصر مع هذا الغلام ونصحته وقدمت له النصيحة وأرشدته إلى طريق الخير وتقول له يا بني هذا هو طريق الخير الطريق الذي أنت فيه سائر هو طريق شر هؤلاء فاسدون الذين تذهب إليهم اتخذ صحبة صالحة وهو لا يسمع ولا يعقل ولا يريد أن يسمع لك طيب ماذا تفعل؟ ستسلم أمرك إلى الله وتأخذ عبرة من قصة سيدنا نوح عليه السلام وتقول وتقول إن نبي الله نوح الذي هو لا شك أفضل مني ومنك هو رسول كريم حاول كثيرا أن يقنع ابنه بالحق والهدى لم يقتنع مما يدل على أن هذا الإنسان كتب الله عليه الكفر ومصيره جهنم لا شك في ذلك بنص القرآن انظر معي إلى عاطفة الأب أخي الحبيب أنا هنا أريد أن أعطي رسالة لكل أب يعنف أولاده أقول لا تعنفهم الضرب والتعنيف والسب والشتم واللوم لا يفيد شيئا حتى في علم التربية الحديث يعطي مفعول عكسي أنت لو كان معك ولد وأنت تعلم تماما أنه سيغرق ماذا تفعل وأراد أن يقول لك أريد أن أذهب مع أصحابي يعني لو استطعت أن تربطه في السفينة ستربطه لن تتركه ولكن سيدنا نوح ماذا فعل لم يفعل ذلك كان قادرا على إجباره أن يركب معه في السفينة لم يفعل قال له طبعا المشهد القرآن يصور لنا ذلك المشهد وهي تجري بهم في موج كالجبال يعني ارتفاع الموجة قد يكون أكثر من ألف متر تصور يعني موج كالجبال هذه الموجة ألف متر لو حدثت ستحدث ما يسمى بالتسونامي وتدمر بلدان بأكملها وهي تجري بهم السفينة يعني في موجا كالجبال لم يقل على موج في موج وكأنها داخل الموج أي أن الموج يحيط بها ويكاد يغلفها من الأعلى يغشاها من الأعلى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل ابنه كان بالقرب من جبل ولا يزال يشعر بالأمان هنا الأب ينادي ابنه يا بني يركب معنا ماذا تلاحظ في هذا الخطاب أخي الحبيب هذا خطاب يعلمنا الرحمة مع أولادنا وبنفس الوقت نعلم أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم يا بني اركب معنا يعني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين خطاب على رغم من خطورة الموقف ولكنه مليء بالرحمة مليء بعاطفة الأبوة مليء بحب الخير يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين ولكن الابن استكبر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء لم يكن لديه ذرة إيمان بالله عز وجل طب يا أخي فكر بعقلك على الأقل قل أنا سأركب وأنجو وأمامك الموج كالجبال يعني واضح ولكن هنا القرآن يصور لك كمية الكفر والإلحاد والإصرار لدى ابن سيدنا نوح ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحم لا عاصم اليوم من أمر الله لن يعصمك شيء من أمر الله أبدا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى طيب هنا أنا لدي وقف أخي الحبيب عندما يعقك ابنك ولا يستجيب لك ما هو الإجراء الطبيعي الصبر هذا ما أمرنا به القرآن لأننا نرى من خلال الحوادث أن العنف يولد العنف والغضب يولد الغضب انظر إلى هذه الآية الرائعة جدا التي تقول لك أيها المؤمن أحيانا الابن يكون عدو لأبيه أحيانا الأب يشعر وكأن هذا الابن عدو لأبيه يريد أن ينهب كل شيء يأخذ كل شيء ويرمي بأبيه وأمه في الشارع لا مشكلة المهم أن يأخذ كل شيء ويذهب مع أصحابي يا أيها الذين آمنوا عندما تسمع هذا الخطاب يجب أن تنصت وتنتبه وتدرك أن هذا الخطاب موجه لك أنت شخصيا ما دمت مؤمنا الآن إذا كنت أنت ملحدا أنت خارج هذا النداء أما إذا كنت تعتبر نفسك تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذن هذا الخطاب لك مجرد أن تسمع يا أيها الذين آمنوا تخيل نفسك أن هذه الآية موجهة لك أنت شخصيا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم سبحان الله يعني واحد ممكن أن تكون زوجته عدوا له نعم وبالعكس الزوج قد يكون عدوا لزوجتي طيب يمكن للإبن أن يكون عدوا لأبيه نعم يمكن أن يطغيه يدخله نار جهنم ولا يا ذو بالله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم طيب ماذا أفعل يا رب هنا القرآن يقول لك فاحذروهم طيب أنا علمت أن هذا الولد عدو لي أو فيه شيء من العداوة يعقني يؤذيني لا يستمع إلى نصائحي إلى آخره تعلمون اليوم هذا العصر ضغط الإنترنت ومشاكل المواقع التواصل وماذا تأثر الشباب بها طيب أنا ماذا أفعل بما أن القرآن يخاطبني يقول يا أيها الذين آمنوا ماذا أفعل يقول احذروهم طيب حذرت وعلمت ما هو الإجراء هل أضرب لا هل أعنف هل أشتم هل ألومه دائما هل 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 سوف تتفاجأ أخي الحبيب أن القرآن لم يعطيك أي إجراء تتخذه سوى ثلاثة إجراءت فقط يا أيها الذين آمنوا وحبذا لو تحفظ هذه الآية وتتذكرها كلما عقك ابنك كلما رأيت عقوقا من ابن من أبنائك تذكر هذه الآية يجب أن تحفظها هنا في دماغك وفي قلبك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم طيب ماذا أفعل وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور الرحيم سبحان الله ما هذا يعني ما هذا الجمال ما هذا الهدوء القرآن يعلمك هدوء الأعصاب لأنه يريد أن يحافظ عليك الضغط النفسي ونوبات الانفعال والغضب أكبر مدمر للقلب أيها الأحبة القرآن يريد أن يحافظ عليك بتعاليمه القوية طيب هنا وإن تعفوا إذن أمرك القرآن بالعفو طيب ما الفرق بين العفو والصفح والمغفرة هي درجات للعفو أنت قد تعفوا عن إنسان ولكن لا زال في قلبك شيء منه ولكن أعفيته من العقوبة أنت كنت تنوي أن يعني تتخذ إجراء بحق ابنك هناك بعض الأباء يتهور فيضرب أو يسب أو يشتم أو يحرم من المصروف يتخذ إجراءات القرآن قال لك وإن تعفوا اعفه من العقوبة وتصفح وتزيل كل ما في قلبك من حقد ومن غل ومن انتقام تجاه هذا الإبن طيب وتغفر مرحلة أعلى وتغفر إذن أنت غفرت هذا الذنب وأحسنت إليه إذن سبحان الله ثلاث ثلاثة إجراءات طيب لماذا يعني كان ممكن أن يقول رب العالمين فعفو منتهى الأمر أو تسامح معه لا يريد أن يقول لك بالغ في العفو بالغ في الصفح بالغ في التسامح في المغفرة لماذا لأن الله يعلم أن الحياة فيها الكثير من المشاكل وتتطلب الكثير من الصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل واصبر وما صبرك إلا بالله النبي محمد عليه الصلاة والسلام كانت حياته عبارة عن مزيج من الصبر والعفو صبر على أزواجي على أولادي على موت ابنه إبراهيم صبر على أذى قريش صبر على الدعوة صبر على المشركين صبر على اتهامات الناس له بالجنون وبالسحر وقالوا عنه شاعر وقالوا كاهن كل هذا صبر ولم ييأس ولم يفقد الأمل من الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء ما أحب أن أقوله لك خمس خطوات يمكن أن تقوم بها بناء على الآيات التي ذكرناها وبناء على ما فعله سيدنا نوح مع ابنه في قمة موقف مليء يعني فيه من الأهوال ما تشيب له الولدان عندما كان الموجة ترتفع ألف متر أو أكثر كالجبال على رغم من ذلك حافظ سيدنا نوح على هدوئه على نصيحته على عاطفته الأبوية على حبه للخير لم يفقد أعصابه يا بني يركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين يقدم له نصيحة مليئة بالحب مليئة بالخير ولكن هذا الولد أبى إلا أن يموت كافرا سبحان الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحتى عندما سيدنا نوح يعني ونادى نوح ربهم قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أني أعظك أن تكون من الجاهلين هنا سيدنا نوح شعر وكأنه خسر طلب شيئا من الله ليس من حقه أن يطلبه وهذه هذه عاطفة عاطفة أبوية يعني الإنسان مهما كان ابنه سيئا إذا مات يطلب له المغفرة ولكن هنا سبحان الله لا يوجد مجاملات عند الله ولا يوجد واسطات حتى لو كان ابن نوح عليه السلام لذلك قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لم تغفر لي وترحمني أك من الخاسرين فرب العالمين هنا غفر له قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك هذه القصة أخي الحبيب أريدك أن تعيشها في حياتك أن تتذكر هذا الموقف الصعب الذي تعرض له سيدنا نوح وتتذكر أن نوح عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يعني تسعمائة وخمسين سنة يدعو قومه ومن ضمنهم ابنه يعني انظر كم صبر عليه طيب أنت كم ستعيش ستين سبعين سنة ثمانين سنة مثلا تسعين سنة مثلا كم ستصبر على ابنك وبالتالي مهما صبرت لن تبلغ ربع ما صبر سيدنا نوح فإذن النصائح الخمسة أخي الحبيب التي أود أن أقدمها لك في نهاية هذا اللقاء إن شاء الله وكلها مستمدة من القرآن الكريم أول شيء يجب أن تتحلى بالصبر وتعلم أن الصبر يدخلك الجنة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إذن يجب أن تتحلى بأقصى درجات الصبر كل ما دعتك نفسك للغضب يجب أن تتذكر أن هذا الغضب أنت أول من سيعاني منه في نوبات القلب وغير ذلك من أمراض كثيرة وأن هذا الغضب سيعكر حياتك إذن يجب أن لا تغضب بل تصبر هذا أولا ثانيا يجب أن تعلم أنه لا يصيب ابنك إلا ما كتبه الله له لن تستطيع أن تنجيه سيدنا يعقب عليه السلام كان أشد الناس حرصا على ابنه يوسف وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا أخذ كل الاحتياطات على رغم من ذلك لم يستطع أن يمنع قدر الله أخذوه وألقوه في الجب وقالوا لأبيهم أكله الذئب وعانى كثيرا وصبر كثيرا سيدنا يوسف وهو في الجب وعندما تعرض لعملية بيع بيع بثمن بخص وشاروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وتعرض لفتنة امرأة العزيز وتعرض لمعاناة في السجن أيضا ولكن هذا الصبر هو الذي قاده إلى مرضات الله أن يكون نبيا كريما أن يصبح على عرش الملك قال لإخوته إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إذن الصبر أولا ثم أن تعلم أن كل شيء مقدر ومكتوب هذه القاعدة تريح النفس تريح قلبك خلاص كل شيء مكتوب ولكن أنت دورك أن تقوم بالنصيحة وهذه الخطوة الثالثة النصيحة ثم النصيحة ثم النصيحة كما نصح سيدنا نوح ابنه إذن الصبر احفظ معي أن تعلم أن كل شيء مكتوب ثالثا النصيحة رابعا أن تدرك أن هذا البلاء يرفع درجتك عند الله ترتاح هذه كلها رسائل اطمئنان من القرآن من قصص القرآن عندما تدرك أن هذا البلاء يرفع درجتك عند الله ترتاح وتقول الحمد لله والخطوة الخامسة والأخيرة وهي الأهم العفو والصفح والتسامح والمغفرة يجب أن تمتلئ حياتك بالعفو العفو يطيل العمر على فكرة يعني لو تحدثنا علميا حسب جامعة هارفرد التي قامت بدراسة طويلة وهناك عشرات العلماء ماتوا أثناء هذه الدراسة طولها على ما أعتقد سبعين سنة أو أكثر هذه الدراسة بيّنت أن العفو والتسامح من أكبر العوامل التي تؤثر على طول العمر ونحن نعلم أن الأجل محدد ولكن له أسباب يعني الله يقول نحن قدرنا بينكم الموت ما معنى قدرنا يعني عندما يقول وأنزلنا من السماء إماء بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا دائما التقدير فيه معنى الأسباب فيه قوانين كونية فيه مراحل يعني الموت مكتوب عليك أنك أنت ستعيش ثمانين سنة مثلاً ولكن هذه الثمانين سنة يكتب معها أنك ستتحلى بالصبر والتسامح وحب الخير لكي يطول عمرك يعني تقدير أسباب قوانين إنسان الله سبحانه وتعالى كتب له أن يعيش مثلاً ثلاثين سنة ويموت شاب سبحانه الله تجد هذا الشخص يغضب وينفعل ونوبات غضب عجيبة قد يموت وهو نائم سبحان الله فإذن عندما يكتب الموت تكتب أسبابه معه فإذن أخي الحبيب لا تيأس لا تحزن اعلم أن الله إذا ابتلاك بابن عاق فإن هذا يرفع درجتك عند الله كثيراً ولكن بشرط أن تصبر أن تحتسب أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن هذا الابن هو بلاء من الله أنزله الله عليك ليزيد درجتك ويرفع درجتك عند الله أختم بهذا الحديث الجميل الذي أحب دائماً أن أفكر فيه عندما أنا أنا شخصياً عندما أتعرض لأي بلاء ألجأ لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أراد أن يواسيهم أراد أن يعطيهم معلومة مهمة في حياتهم وربما من أهم المعلومات التي تعينك على تحمل أعباء الدنيا وبخاصة في هذا العصر فالله عز وجل إذا كتب للعبد منزلة عالية عنده أنا أشرح الحديث الآن أحياناً الله يحب عبد لسبب ما سبحان الله قد تكون أنت من ضمن من أحبهم الله وأنت لا تدري لسبب وجده في قلبك لسبب وجده في سلوكك تحب الخير للناس سبب أحبك الله من أجله فأراد أن يبلغك منزلة عالية عنده ربما تكون هذه المنزلة مع الأنبياء والصدقين والشهداء وأنت إنسان عادي لا تقوم الليل لا استكثير الصيام لا استكثير الصدقة لا استكثير قراءة القرآن إنسان عادي من عامة الناس ولكن الله عز وجل بحكمته أحب هذا الإنسان أراد أن يرفع منزلته ماذا يفعل سبحانه وتعالى يقول نبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المنزلة لا يبلغها بعمل منزلة عالية حتى لو صمت النهار وقمت الليل وتصدقت بالمليارات لا تبلغ هذه المنزلة فيبتليه بما يكره يبتليه بما يكره يعني تجد إنسان أسوأ شيء بالنسبة له الظلم يكره الظلم سبحان الله يبتليه بإنسان ظالم يبتليه بزوجة ظالمة أو بابن ظالم يعقه إنسان يكره المرض يبتليه بالمرض وهكذا فيبتليه بما يكره حتى يبلغه هذه المنزلة يبقى البلاء بهذا العبد سنوات حتى يصل إلى هذه المنزلة العالية التي لو لا هذا البلاء لم يكن ليبلغها إذن هل الله أحبك أكثر من غيرك أم أنه يكرهك بعض الناس يقول يا رب لماذا أعطيتني ولدا كهذا وينسى أن هذا الولد هو السبب في أن تصل لهذه المرتبة العالية مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله أن يحشرنا معهم وبالتالي أخي الحبيب لا تظن أن الإنسان المبتلى رخيص عند الله بل هو غالي جدا وسيد سيد البشر في البلاء وتحمل البلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنظر الله من رحمته لم يرسل لنا نبيا يعني ملكا أو غنيا أو لا أرسل إنسانا صبر أكثر منا وعانى أكثر منا وتحمل أكثر منا وأوذي في سبيل الله أكثر منا كل شيء تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل وصبر أكثر من أي إنسان آخر لذلك الله رفع منزلته لدرجة عالية جدا أن هناك منزل في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد فقط من مليارات الأمم وهي الوسيلة هذه المنزلة ينالها رجل والنبي كان يقول أرجو أن أكون أنا أنظر أنظر إلى لماذا لأن الصبر والتحمل والعفو والثقة بالله والتوكل على الله كل هذا كان سيدنا محمد في أعلى درجة لذلك أحبتي في الله أسأل الله عز وجل أن يعيننا على البلاء لا نرفض البلاء طبعا نكره كل واحد يكره أن يبتلى ولكن لا نعترض ولا نرفض بل نرضى بقضاء الله يعني أنا إذا أحببت أن أضيف قاعدة سادسة لهذه الرسالة بالإضافة للصبر والثقة بالله وأن تعلم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك والعفو والتسامح والنصيحة وغير ذلك أضيف قاعدة هي الرضا أن ترضى بهذا البلاء وأن تعتبر أن هذا البلاء هو رفع لدرجاتك عند الله نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق